من غابة سومترا إلى الأحياء الفقيرة لجاكرتا عند القبض عليها تقضي قرود المكاكم هذه شهراً معلقة بسلاسل بلكات تسمح لأقدامها بمس الأرض بغرض تعليمها الوقوف وبعدها تعرض في الشوارع لترفيه المرة ممارسة قديمة تعتبر اليوم وحشية ومحظورة من قبل الحكومة الأندنسية منذ عامين كانت بعض القردة التي عثرنا عليها مصابة بداء الكلب والسل وسوء التغذية بسبب سوء معاملة مروضينها لها بعد استرجاعها تضع القرود في ملشأ لكن يصعب محو آثار مرورها بالشارع حالما يتم وضع القرود في مركز لإعادة التأهيل من الصعب إعادة إدخالها في بيئتها الطبيعية هو تحدي بالنسبة لنا لأنه تم غسل أدمغتها وتعودت على صحبة الإنسان لكن بالنسبة للأربع مئة عارض للقردة تحرمهم هذه المصادرات من ما يعتبرونه الوسيلة الوحيدة للعيش محزن أنهم أخذوا القرود فأنا لا أعرف القيام بشيء آخر لا أجد عملا ولكن الآن لم يعود هناك قردة ومع ذلك لا يزال هناك نحو مئة وخمسين قردا في جاكرتا المنظمات الإجرامية التي تتحكم في هذه التجارة تواصل عملها وكذلك مروضوا القردة حتى ولو كانوا أكثر حذرا فورما نرى الشرطة نجري لنتخبأ وعندما يذهبون نخرج ونستأنف العرض من جديد منذ بداية الحاملة في أواخر عام 2011 لم يلقى القبض إلا على 24 شخصا فقط هم يواجهون عقوبة تصل إلى 9 أشهر من السجن في حال جرح أو موت القردة لكن يطلق صراح غالبيتهم بعد دفع نصف يورو رمزي قيمة هيينة مقارنة بال130 يورو التي يكسبها عارض والقردة شهريا